رجعنا أنت وصل معاكم مرة ثانية ببرنامج شباب قول و فعل و السجمينت هذا رح يكون توتولي دفرنت و غير لسبب الادمان ينقسم إلى أنواع هناك ادمان سلبي وهناك ادمان إيجابي وهناك ادمان للككاو والقهوة الله على الككاو أنت تهجع على الموجود جدامي يا بدر أنا رح أقدر أكمل مقدمة من هذا هذا قمة الادمان لأن هذا ادمان الحين بصيح دايت حق اللي يسون دايت هذا ما ينفعوا ياهم فنحن نمسي بالخير على أختنا ريهام الخلف صاحبة مشروع كوكو لافا كوكو لافا يعني من الاسم يا سلام نغم نغم لا إله إلا الله حياك الله معانا الله يحيي بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء أحب أشكر تلفزيون الكويت وبرنامج شباب قول و فعل على استضافتكم لي طبعا كوكو لافا أول شيء الاسم معنات كوكو أنا يعني قلنا كوكو اللي هو الكاكاو من شوكولت واللافا اللي هو تبع البركان تبع البركان فأنتم مثل ما تشوفون اللوغو شكل بركان فإنس ريليتد حق الكلمة نفسها ويقول لك إذا تشوف اللوغو لازم تأخذ لك شأفة نعم طبعا شأف شي بشأف شأف خضرافتك كذلك عندنا شايفيننا الآن هذا اللوغو المميز هذا حق الغنات الأولى أنت مصممتك طبعا أنا أي شيء يعني أي أحد يريد ديزاين معين على البودنج أقدر أنا أضيفه حلو أنا راح أسولف معاك عن هذه السوالف بس أول شيء قبل أن تخطط السؤال هذاك اللي راح نسولف عننا هاللوغوات فأنا سأسولف شون كانت بدايتك في المشروع أول شيء بدايت المشروع أي إنسان يريد يبدأ مشروع أو يريد يبدأ شيء لازم يحبه ما يحبه ما يمشي فيه أو يمشي فيه لنصا بعدين راح يوقف فأنا بدايته كانت من الصغر أدش المطبخ الوالدة الوالد عادي عندهم أدش المطبخ أطبخ كاولو مدور هذا اللي مع جوزب هندها كل شيء أيوه نحربين المطبخ وهذا نعافس المطبخ نسوي اللي نسوي وبس فحبي حق المطبخ قام يزيد 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 ليهما كبرت بعدين قمت أتقن أشياء وأصير مميزة فيها نعم لما أروح أودي حق صديقاتي حق أهلي قاموا يشوفون أن أنا مميزة ببعض الأشياء فأنا فكرت نبيلت خلي أختص بشيء معين وهو الحلويات حل وبديت أول شيء بمشروعي طبعا بالبودين وبعدين نكست تيب اللي إيهي الكرانشي بايتس ما شاء الله يعني للأمانة ويد رائع ويد جميل ويد حلو أنت من محبين الكاكاو؟ نص و نص نحن من العشاق الكاو، المواد الرائعة لا، لقد أعذوك شيء جميل و لماذا لم أطاولتني أنا يمك؟ أنا ما أطول أنتقى على كل شيء لا، يا شخص، عافسني لا، بعد الهواء المواد الأولية المستخدمة، دعنا نتكلم كيف نختارها؟ من أين قاعدتها؟ نحن لا يمكننا أن نذكر برانز، ولا نذكر عادي للأمانة شيء فانسير من غالكسي بالآخر، أنا غالكسي كان عندي التوب، لكن أنا لأول مرة أذوك شيء بهذه الروعة و بهذا الجمال المواد الأولية التي تستخدمينها، من أين تبينها؟ طبعاً، المواد الأولية أحاول أني أستوردها من بره أحاول أن أجود أنواع الكاكاو السويسري والبلجيكي طبعاً طبعاً، طبعاً، صح؟ طبعاً، زين أحاول أن أستوردها من بره، أحاول أن يستوردها من شركات تستوردها من بره، و في بعض المواد التي تنتوفرها بشكل جيد باللقويت، أأخذها، نعم تقرأ في كتابات نفسها، نفسها نفسها لا نفسها نفسها، لا نفسها لا، نعم نعم، نعم، نعم نعم، نعم نعم، نعم لأجماعة، تجد تصل على مرة أخرى، والذي تقسيمته، ولكن يعني سيقف لي وحدها نفسما، أني أطالع بعيني، كل اللي تدامي، وما دري شنو أكل، فهذا أكيد صارت فيه هاشف أنا خليل يعني أنواع تعددة عندي، هني تقريباً ستة أو سبع أنواع، سبع أنواع، سبع أنواع فيها السبال، أنا حبيت أني أنوع وأخلي عندي أكثر من نوع لأن الناس أدواق فحاطت أنا سبع نواع اللي هو طبعا أنا بدايتي حق الكرانشي كان هو الفستق وجوز الهند والبيكنز اللي هو الجوز الأمريكي واللوز بعدين نضفت ثلاث أشياء زيادة اللي هو الفول السوداني والكاجو والهازلنات اللي هو البندق آخر كان هازلنت وكان من أروح الأشياء اللي هكتب حياتي وهذه ما هي مجاملة وأحاسب عليها بعد هذا بدي شيء بعد هاشم عرمال شانو بس بجربة جربة جربة دام من إيد ريهام توقيا الله أنا هاجرد أنها دام من إيد خلنا نقول شابة مبدعة كويتية أبدعت في هذا المجال قمنا نشوف كونسبتز قاتتي من برة نزيل على سبيل المثال اللي استسق كونسبت ما أنا بنقول اسمه لكن شوكلت بار استسق كونسبت شوكلت بار هي لأنها دعائي لكنها استهلون والله يا الكويت ويابو سواء لنا نفس الكونسبت هذا من لندن سواء بطريقة كويتية يمكن مقاربة للديكور بالكويت الليابا وكوكو وروم الليابا وسو سو كوكو لافا رائع جدا متى رح نشوفه يتطور من خلال خطة انت يحطتها بمنظورتش ويوصل للمرحلة انه يكون مثلا بوتيك كوفي شوب او غيره ان شاء الله انا قاعد افكر بهالموضوع وقاعد افكر بجدية بهالموضوع اول شي انه يتوسع بالكويت ثانيا يتوسع بدول الخليج ما شاء الله اي وانا طبعا اتصالاتي من دول الخليج بشكل عام من الرياض من الشارجة من الدبي من قطر يولي اللي يقولون يابوني ايب اللي هو السويت سيحطه عندهم بالبوتيك بس حاليا ليه ما الحين ما طورت شي بس ان شاء الله مستقبلا وطبعا مثل ما انتوا عارفين اني دقون علي وايد من دول الخليج عشان ادزلهم طبعا ويقولوا لي اوصل السويت حق اهلهم هني هل شركات توصيل وكذا وهذا؟ والله تعاونوا اياهم يعني توصلينوا اياهم اغلب شي اهلهم اللي هني وصلوا لهم يا ومثل ما تعرف بعد اعراس دول الخليج دائما يحبون يتعاونوا معي والله شغلة رائعة كنا نروح هاردز وني بست سبع قواطي من انتياج دونت المعروف اللي كلنا ناكله ابي كوكولافا انا امشي باثنعش قوطي و اودي لندن هذا عشان نبين لكم وش كثر عيال الكويت مميزين ومبدعين ويقدرون يسوون يعني مثل هالككاو اللي كليتها والله يا جماعة جد طعمة جدا مميز يعني فيه شي جميل بالذوق او بتذوق الككاو اللي محبين ايضا لكن لو يعينا مع ريهام نتكلم عن نقول نوعية الشوكولات والبودينج اللي تصنعينه نبين عارف شنو اللي ميزة ولو نتكلم عن الاصناف اللي انتي تسوينها يعني انا شايف جدامي هال بساتيك صغار صح طبعا سماتيك صغير هال الجارز فانا بنتكلم عن الاصناف هذا اكيد تكون مختلفة او نكهات مختلفة عندي انا نكهات مثل ما قلنا او شيء البودينج عندي ثلاث انواع البودينج اللي هو الاريجينال ازين وعندي الريد بيلفت بودينج وعندي المارشميلو بودينج اي وطبعا هو اختيارهم من عندي هذول الجارز الغراج وعندي اذا يكون سخان صحن عادي كبير او ان صحون الصغيرة انا جميع الخيارات موجودة للزبون انه يختار هذا بخصوص البودينج عندي مثل ما قلتلي هو الكرانشي بايتس عبارة عن شوكولت تعلو مكسرات مع كرامل عندي قلتني ما قلتلك سبع انواع سبع انواع مختلفة عشان الناس مثل ما قلتلك الناس اذواق فساعات يطلبون مني مكسرات لا انا بالشي المعين فسبحان الله كل شي لا زباينة اكيد اكيد مثل ما قلنا تعلوه هذه تعلوه كافية لان العلو مني من العلو فشغلات الهلوة وانت يعني انا هاشم عليك بالف عافية اللي قاعدت اكله وضوقه ان شاء الله بعد الحلقة نفس الدواقة هذا القرماء قبل شوي طلع هذا الفيديو اللي في التوبوكس ها تكلمنا عنه شنو وهو كان اي فيديو اللي قبل شوي مخرجنا يا ريت لو تعيد لنا التغرير اللي توا كان ايه هذه صواني حق عرص بالكويت ايه تجهيزات عرص هذي بالكويت صواني يتلي وانا عبيتها طبعا حلو فكان في هذا ها جدامج ترى الشاشرات ايه هني وين جدامج اه اوكي سعري انزين هذا بعد مثل ما شو انت شايف كان في استقبال استقبال المستشفى ايه هذا السخان سخان البودنج مارشمال البودنج حلو اوكي انا قاعد يطيح على هاشم سبيشل ميت هذا اتصور انا البودنج هذا ريد فلفت ايه ريد فلفت ريد فلفت وعلى شباب قولوا فعل يعني اليوم ريهام الخلف مدلعتني على الاخر وارجع اقول مرة ثانية خلت دايت فيدك انا بحطي يميشي انا انت خل عشان تشوفه بس خل زين ريهام على الروعة الرائعة هذه من زين ما فكرت يتسوي دورات تعلمين الناس انا فكرتمي اسوي دورات انا اول منتسبين ترى حياة الله انا اموت على شاس مطبخ اوكي ريال بس احبط بخش لا بالعكس ريالي يعرفون يطبخون مشاء الله عدل هذا التحفيز لا لا يعرفون عدل وانا من مؤيدينهم صراحة حلو الدورات طريقة عمل الدورات شلون فكرت تسوي الدورات هذه انا فكرت ان شاء الله اسوي دورات طريقة عمل شوكولة الصح شون يمشون معايير معينة شنو الاشياء الموجودة بالشوكولة مثلا البودنج شنو في داخله مثلا الشوكور شنو انواع الشوكور اللي واحد المفروض يستخدمها هذا كله ان شاء الله انا فكرت انا سوي دورات اعلم فيها الناس هالشي مثال انا خلي اقول لكم مثال برگر انت لما تذهب تأكل برگر من مكان فاست فود صح تأكل برگر ما تدري شنو فيها شنو مكونات برگر بس لما تذهب من اللحام صحيح تعرفين شنو مكونات شنو موجود شنو مكونات شنو الشي الصحي لموجود شنو الشي المفروض اهم شي مثل ما قلنا المواد الحافظة اللي يستخدمونها مثلا المطاعم او الشوكولت المشيسة يعني احنا هذي ما كنو مكونات شطينها سبوعين ضلنا سماهية وين سبوعين اكثر من سبوعين نحن نحن نرحمزه شوي صح صح اكيد لها فترات صلاحية وبالتأكيد لكن لو ينا نتكلمنا على اللي قاعد نشوفها جدامنا هللي كنتان خلني بالدايت فلو ينا تكلمنا على المجموعة اللي جدامنا الحلوة وشغلش اللي قاعد نشتغلين فيه في الككاو شلون قاعد تحفظين هالمواد هذي هل قاعد تطلبين نقول الككاو من بره الكويت يوصل لش طلبيات كبيرة قاعد تطلبين وتخزنينها يعني الامور هذي انا اهم شي عندي اشوف التاريخ هو عندي تاريخ انتهاء احرص عليه طبعا انا كثر ما اقدر كل شيء ايبه تاريخ انتاجه قريب ما عندي شيء يكون تاريخ انتاجه مثلا مار علي ستة شهر او بما هو هالأشياء طبعا وكل شيء عندي فرش كل شيء اول باول ينصنع بنفس اليوم فرش عشان يوصل حق الزبون فرش حلو وانزيل لحبي تواصل معات ريهام عندك انا قاعد اشوف واتساب وعندك انت يا الكوكولافا كيدابليو اللي اهو البروفايل بيج مالتش على انستغرام ابي كمية كبيرة نفس اللي شفت بالعرس مثلا عندي عزيمة على شرف الأستاذ عادل عطلة وانزيل وانبي نزل هالحلو هذا عشان دلال لقه هو فالكمية الماكسوم مالتش لو بطلب هذه الكمية العودة شلو ممكن انستغمعاتش انا اللي اريد يطلب مني كمية لازم قابلها بيومين قابلها بيومين حتى لو كانت عودة حق عرس مثلا استقبال حفلة ايه قابلها بيومين يعني ياخذون مني اقدر اضلع لهم اللي هم صواني اللي يبونها حتى الكميات اي كانت يعني حق على 200 شخص اذا 200 شخص توفرين اوفر ان شاء الله حلو لنا استقبال احنا رياية ما عندنا ما عندنا ما عندنا يعني عزائي مدوانين لازم لازم نحتاج في يوم ان ناخذ ونجرب الشغلات الحلوة اللي جدامنا لكن انا في البداية يمكن تذكرين تكلمنا عن اللقوات الموجودة ما عندنا ما عندنا ما عندنا يعني عزائي مدوانين لازم لازم نحتاج في يوم ان ناخذ ونجرب الشغلات الحلوة اللي جدامنا لكن انا في البداية يمكن تذكرين تكلمنا عن اللقوات الموجودة انا نشفنا اللقو صغير هاشم ياريت بس لو تمسكها بيدك عشان يشوفونا المشاهدين بما الشباب قولوا فعلا انا شوية فيني عنصرية اللقو الصغير هذا الموجود تكلمنا عنه بالبداية قلت تسوينا على اللقو اللي نبي فياريت نتكلم عن هاللقوات وتصميمها اول شيء انا عندي اللقوات هو الجارز طريقة الدزاين مالي يكون هالطريقة اي شيء يابون اقدر انا احط الدزاين بهالطريقة ثاني وفي ناس يدزولي صورة معينة احط لهم انا عندي مانع كلام معين نفس الشيء ما عندي مانع ثاني شيء انا عندي اللي هو البودنغز العادي كلام بالشكر حلو حلو والشكر هذا الناعم اللي يطقونه ويكون من خلق وش سمونا هذا لا 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 الشكر اللي هو يكون مال ديكريشن مال ديكريشن الابيض والله شعرف لنا يا معود تعلمنا بالمطبخ تعلمون ان شاء الله هل تحقى نبوغ المشروع بطل محلقة الكام لا لا ننخرب عليها خلاص انخلنا على البنتر يا مراكنا شيء نعرف فيها يا معود وكل الشكر والتوفيق حق اختنا ريهام الخلف ويعطيها العافية وهذه الأيادي الشابة المبدعة الكويتية والله انها تستاهل تلف بحرير وانا عاشق للككو وقعد أجامل من أرواع الأشياء اللي أكلتها في حياتي شنة قال لي المخرج ناصر ان انت مزهب سؤال بدر يشاغب قلبك عليها بشير حق ريهام انا ودي اعرف بعد اكثر فيما يخص نقول مشروعك خصوصا اننا تكلمنا قلت اي فيه طلبيات كبيرة قاعد تيلت من برا الكويت دول الخليج فهني بالكويت انت الحين محل او طبعا في البيت انا لي الحين بيت فليح ما بطلت محل حلو ما افكرت ان انت تتوسعين في مجالك ان انت تفتحي لك محل او محلات افرح أخرى لا ان شاء الله انا قاعد افكر وبجدية ان ابطل محل بالكويت ان شاء الله هذي اول خطوة وبعدين نفكر بدول الخليج طبعا بس اول شيء هو بالكويت وفرينا بالكويت وبعدين دول الخليج أكيد لكن تغطو لكم لمحبين الكوكولافا نقول لهم إن شاء الله قريب وايد قريب مثل ما قالت ضيفتنا ريهام أننا راح توفر هذه الأفرع وإن شاء الله يكون في عندنا فرع بالكويت بالسهل لكم وإيضاً الحين متوفر بسهولة أنه يوصل لي عندك بالطلب قبل يومين تطلب الكمية اللي أنت تتبهها لو بتعزم فريج بتحصلها قبل يومين عند خطنا ريهام وها الله الله بحريمكم وبناتكم وحبايبكم ساعة قلنا استقبال نحن ما عندنا استقبال البنات استقبال عرس حفلة من نوع آخر عشاء خلونا نقول وحتا حفلات عياد الميلاد أو أيام الميلاد هل 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 ببنيتنا ترى اللافة مالتها غطتني والحمم خلتني أعيش فيها لككاوية رائعة جدا الكلمة اللي تابعين توجهينها حق كل صغار المستثمرين أو الهوم بزنس اللي حابين أنهم يتوسعون ش تقولين لهم؟ أول شي البداية لازم تكون صح أنت بدايتك صح تستمر بدايتك خطأ ما تستمر فأنت أبدأ صح عشان تؤصل أنا هذا اللي حبيت أضيفة حق اللي هو اللي توهم بعدين مشروعهم نعم هذا كانت فسألتك ورسالة في الصميم بأن اللي نفهمه والمغزم الرسالة حب الشي اللي أنت تشوف نفسك هاوي فيه صدقني راح تبدع فيه وراح توصل إلى أعلى مرتبة في الإبداع فيه والنجاح يعني مثل هالمشروع اليوم بنيتنا أبدعت فيه وشفتوها وين وصلت في هذا الإبداع بي صناعتها لي الكاكاو والشوكلة هذا الحلو الجميل اللي هاشم كل شوي قاعد يسحب واحد من تحت الطاولة وياكل ويجرب شوف نحط على مكتبي بعد؟ لأن هذا خلص الجار ممكن نقسل أحد فيه أقلام أسألتك على مكتبي هذا الشيء المرتب أنا أنصري لحاب يتواصل معك خلينا نقول على إنستغرام على الواتساب لو نذكر الأرقام ونحطهم على التول بار تقولنا ياه مخيتي نريهام الخلف إنستغرام شنو؟ كوكولافا كي دابليو ورقم التليفون تسعة سبعة ستة خمسة اثنية اثنية خمسة تسعة حلو على الهديك المغنية اللي تقول أو خلل نقول من واقع دعابة وهذا الغنية اللي تقول I'm in love with my coco هذا الكوكو الجميل اللي يرؤول in love مع الكوكو هذا كل الشكر لتش أختي ريهام بالخلف على تنويرة الاستوديو على إعطائك لنا هذه الروح الجميلة وأيضا على أنتيا الهدوة الرائعة اللي عيبتها معك الله ينسى المشكل الشكر لك وتشرفنا فيك وبلقائك هذا كان كل شيء اليوم في حلقتنا بالفقرة الأولى والفقرة الثانية وموضوعنا لكن نوعدكم بموضوعات مختلفة إن شاء الله يا يا جدام وضيوف مبدعين مثل أختنا ريهام اللي نورتنا فيه نقول مشروعها هذا تابعونا راح تلقون منه كل خير في شباب قول وفعل إن شاء الله في حلقة جديدة فما الله سامان بلا